أهلا بحضراتكم من جديد وفقر التريند التريند زي ما قلت لحضراتكم يمكن قبل ما نبدأ الحلقة في موضوعات كتيرة ومهمة وبعد دلوقتي حديث الساعة وكمان حديث كل الجماهير عبر منصات التواصل الاجتماعي وعبر السوشيال ميديا هبدأ الأول بالموضوع الأساسي والرئيسي واللي الكل كان بينتظره خلال الفترة الأخيرة وهو خبر سواء استقالة أو إقالة أي أن كان لكن المهم النتيجة في النهاية رحيل عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام من اتحاد الكرة وتركه ورحيله عن لجنة الحكام خلال الفترة اللي جاي يمكن الناس كلها بتتكلم على مدار الفترة اللي فاتت إن المشاكل مش في الأخطاء التحكمية أي حكم معرض إنه يبقى فيه أخطاء في المباراة ولعبة كرة القدم تحديداً بيبقى فيه أخطاء من الأجهزة الفنية واللعيبة والحكام ولكن الفترة اللي فاتت أو تحديداً للموسم الحالي الأخطاء بقت رايحة في اتجاه واحد والتصريحات كمان اللي كان بيقولها وقتها عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة السابق دلوقتي خلاص كانت كلها تصريحات بتنمى أو بتنمى على يعني عند أو عدم الاعتراف بالأخطاء وعدم يعني تطوير الحكام في الفترة اللي جاية وكان فيه إصرار على إن لأ الحكام ما عندهمش مشاكل وكان فيه إصرار على بعض المفاهيم أو الرئيس اللجنة اخترع بعض المفاهيم كان من شأنها إنها ممكن تدمر أسرة التحكيم والتحكيم المصري الفترة اللي جاية فكرة أصل روح البروتوكول أصل الحكم ودوره والاحتواء احنا وصلنا المراحل خلاص بقى احنا خرجنا بره إطار القانون وخرجنا بره إطار بروتوكول لتقنية الفيديو الفار وبقينا نقول الكلام أصلا بقى مبرر للحكام عشان تغلط أكتر وأكتر بالمناسبة الفكرة مش في رحيل عصامه بس لا ده رحيل عصام واللجنة بالكامل لجنة الحكام بالكامل يجب أن ترحل وأي شخص عمل في مجال أسرة التحكيم خلال الموسم الحالي ما يفعش يكون موجودة الفترة الجاية مع الخابير الإنجليزي مارك تلاتنبرج يعني قالت به لو عايزين نطور ونعمل منظومة تحكيمية جيدة الناس اللي كانت شغالة مع الكابتن عصام عبد الفتاح خلال الموسم الحالي ما يفعش تستمر في الفترة الجاية لازم اللجنة كلها يتم تغييرها يعني حتى لو الاتحاد شايف أن فيه ناس ممكن تكمل المسيرة مع مارك تلاتنبرج عشان يبقى حلقة التواصل لا فيه حكام على مستوى عالي جدا حكام دوليين وكانوا رؤساء لجان سابقة يقدروا يفيدوا يقدموا المشورة للخابير الإنجليزي الفترة اللي جاية وبالتالي الأمر مش فرحيل عصام بس كابتن أحمد أبو العلا مدير اللجنة اللجنة الفنية بالكامل لجنة الظار من خلال الكابتن سيد مراد اللي هو المفروض مسؤول عن تقنية الفيديو بكل الكوارث اللي احنا شفناها السنة دي يجب أن يرحل ما ينفعش أي حد كان مسؤول في الإدارة الفنية أو في إدارة التعينات يستمر مع اللجنة القادمة بعد رحيل الكابتن عصام عبد الفتاح وبالتالي راح على الكابتن عصام ونتمنى يكون فيه توجيه الشكر لكل أعضاء اللجنة اللي موجودين حاليا بل كمان الأهم خلال الفترة اللي جاية الحكام الدوليين اللي كانوا بيتعرضوا الظلم أكيد اتحاد القورة لو متابع الملف ده بشكل كويس يعرف أن فيه حكام دوليين اسمه عالي جدا لازم الفترة اللي جاية ياخدوا مساحة مباريات أكتر وأهم وحكام دوليين بيتم الاهتمد عليهم في مباريات دولية وقرية كانوا بعدين تماما عن إدارة بعض المباريات لبعض الفرق أنا عارف أنا بقول إيه وبحدد بالزبط وأقول مين بعض الحكام الدوليين حاليا لو اتحاد القورة حب يجتمع بيهم ويسألهم مين كان عنده أزمة ومشكلة هيلقي ما لا يقل عن أربع خمس حكام دوليين كان عندهم أزمة مع الكابتن عصام عبد الفتاح إحنا هنا ما كناش بنتجنى على رئيس اللجنة السابق بالعكس إحنا كنا بنقول اللي بيدور في أسرة التحكيم وكنا بنتكلم على مشاكل تحكمية وعدد من الحكام الدوليين كانوا بيشتكوا شكوى عديدة أو شكوى عديدة ضد رئيس اللجنة وكان الكل بلا استثناء أو مش الكل الأربعة الخمسة يعني بدون ذكر أسمائهم عشان يعني ما يكونش فيه إحراج ليهم كان دايما شايفين إن فيه اهتمام كبير جدا بحكام الدرجة التانية والدرجة الأولى إنهم يكونوا موجودين في تقنية الفيديو الفار مش عارفين ليه وأنا حتى في حلقات سابقة ذكرت وقلت في أسماء بتتقرر كتير وقيل فرحان مصطفى عثمان مصطفى الشهدي محمد سلامة ميدو الأسماء دي تقرر كتير ليه فين الحكام الدوليين وبعدين كمان بقى في حكام دوليين مفيش أصلا كيميا بينهم وتعامل بينهم جيد فتلاقي كابتن عصاب بيحطهم مع بعض حكم ساحة وحكم فار حكم ساحة وحكم فار فبالتالي لإنت لما بتكتحط الحكام الدوليين مع بعض زي ما يكون عايز تعمل أزمة ما بينهم ولما بتجيب حكم دولي كبير في المباريات بتجيب مع حكم فار صغير لسه ما عندوش الخبرة ولا عدار مباراة في الدوري فبيصدر أزمة للحكم الدولي أنا بحكي تفاصيل اتحاد الكورة لو ما يعرفش التفاصيل دي هتبقى أزمة لللجنة اللي جاية وأتمنى أن الحكام اللي كان عندهم أزمة مع الكابتن عصام يعودوا مع ماركة كليتنبرج ويشرحوا ويقولوا إيه اللي كان بيتعرضوا ليه الفترة اللي فاتت لأن الكل هيطلع يقولك إيه أصل رحيل عصام عبد الفتاح بسبب أن الأندية بتشتكي مراكة للجزاء وتسلل لا اللجنة كانت ماشى غلط وعشان ماشى غلط كبتحصل أخطاء تحكمية في المباراة وأخطاء مؤسرة وبالتالي الأخطاء دي لما أثرت في ترتيب جدول الدوري وأثرت في صراع الصدارة وكان سبب رئيسي في ابتعاد الأهلي عن المنافسة حتى هذه اللحظة واقترابه من صدارة الدوري أصبح لزاما على اتحاد الكورة أنه كان يوجه الشكر للكابتن عصام وإلى النادي الأهلي هو أكبر نادي في مصر وفي أفريقيا وأحد الأعضاء في الجمعية العمالة للاتحاد المصري كان دوره مهم جدا في الفترة اللي فاتت أنه يوجه سهم النقد ضد لجنة الحكام في الفترة السابقة والنادي الأهلي في الفترة السابقة كان أرسل خطاب واثنين وثلاثة والكابتن محمود الخطيف في كلمته الأخيرة أشار لده ويكد على ده وقال للتحاد الكورة احنا قلنا الأخطاء اللي موجودة إيه وإزاي نقدر نغير المنظومة عشان تبقى للأفضل ومحدش كان بيستجيب لغاية موصلنا لمرحلة أن التحكيم المصري حاليا لا موجود في كأس العالم ولا كان موجود في التصفيات الأفريقية في الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم حتى البطولات الكبيرة اللي بينظمها الفيفا ما بتلاقيش حكم مصري في المباريات والأحداث المهمة ولولا الأهلي موجود في النهائيات الإفريقية السنوات الأخيرة ما كنتش عتلاقي أي طرف مصري ممثل حتى لو الأهلي اللي قدر له ما كانش موجود ما كنتش عتلاقي حكم مصري بدليل أن فيه سنة من السنوات ما كانش الأهلي بيلعب نهاية دور الأبطال كان الترجي والوداد كلكم شفتوا ساعة بكاري جسامة وبملكة سيمة ما كانش فيه حكم مصري وبالتالي التحكيم المصري عانى كتير قوي الفترة اللي فاتت وما ينفعش بصراحة يعني يبقى رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري هو نفس الشخص اللي موجود في لجنة الحكام في الاتحاد الإفريقي وعليه علامات استفهام كتيرة وكان فيه كلام كتير الفترة الأخيرة أنه تم توجيه الشكر ليه وأعتقد خلال ساعات لما يتم بإعلان التشكيل الجديد للجنة حكام الكاف هنشوف الكابتن عصام مكمل ولا مش مكمل عشان لو ما كملش ساعتها هنطلع نقول وقتها ليه كان فيه أزمة في لجنة حكام الاتحاد الإفريقي وبالتالي النادي الأهلي لما كان بيتكلم عن مشاكل التحكيم ما كانش يقصد عصام عبد الفتاح بشكل شخصي النادي الأهلي بدوره كأحد الأندية الكبيرة في مصر وأعضاء وعضو جمعية الأممية دوره أن المنظومة دي تتعيد للفترة اللي جاية وعشان المنظومة دي تتضبط كان لازم يجي خبير أجنب الفترة اللي جاية بعيد وبأكد المشكلة مش في الأخطاء الفنية بشكل مباشر لا المشكلة أن اللجنة كانت بتدير الملف ده بشكل تشعر كده أن فيه أخطاء مقصودة وموجهة والتعينات كلها كان عليها مليون علامة استفهام اسألوا الحكام الدوليين وعيقول لكم والله العظيم بالإسم مين بيحط فين وإزاي واتمنى اللجنة كلها يتم توجيه الشكر لها ما يبقاش الكابتن عصام بس